الفنان الراحل أبو بكر سالم بالفقيه ذكرى رحيله حانت وحق لأبناء تريم بل واليمن عموما أن يتذكروا تلك المقطوعات الفنية التي تخرج من القلب عن اليمن الحبيب وفي هذا الصدد نظم معرض صوري عن الفنان الراحل تكريما له عن هذا الفن الجميل وافتتح المعرض السلطة المحلية ممثلة بمحافظ محافظة حضر موت حيث طاف بأقسامه المختلفة مشيدا بمكتب الثقافة بتريم عن هذه اللمسة الجميلة للفنان أبو بكر بالفقيه يأتي المعرض في الأساس لمسة وفا نقدمه من مكتب الثقافة بمدينة تريم في ظل الظروف الراحنة التي يمر بها الوطن لكن أحببنا أن نذكر بأن هذا العالم العربي اليمن الكبير الفنان القدير ببكر سالم بالفقيه عليه رحمة الله يستحق من الكثير والكثير على ما قدمه للأغنية المحلية والعربية وما استطاع أن يقدمه من إبداعات ظلت عالقة في المكتبة الموسيقية العالمية فالجوائز العربية والعالمية التي حاز عليها الفقيد عليه رحمة الله لا هي دليل قاطع على مدى التفرد والتميز الذي حظي به الفنان القدير ببكر سالم بالفقيه ليس على مستوى المحلي أو على مستوى العربي فحسب بل على مستوى العالم بأجمعه تجولنا في المعرض تفاجأنا حقيقة معروضات المعرض المعرض حوى كل حياة الفنان ببكر سالم بالفقيه منذ النشأة وحتى وفاته عليه رحمة الله سعد جدا بهذا المعرض سعد بهذه اللفتة الكريمة من مكتب الثقافة ويتزامن هذا المعرض الذي نظمه مكتب الثقافة بتريم بالتنسيق مع مكتب وزارة الثقافة بوادي وصحرى حضر موت في ذكرى وفاته حيث وفاه الأجل في العاشر من ديسمبر من العام 2017 ميلادية عرفانا بعطاءات الفنان الكبير أبو بكر سالم الذي انطلقت بداياته الفنية من مسقط رأسه مديرية تريم وحتى ذا عصيطه في أرجاء العالم أنا سعدت بزيارة المعرض الذي أقامه مكتب الثقافة في تريم وذلك بالتذكر الثالثة لرحيل الأسطورة والفنان الكبير العملاق اليمني أبو بكر سالم بالفقيه أبو بكر سالم بالفقيه كان حقيقة فلتت زمانه وفنان عصره لم يكن مجرد فنان أو ملحن وشاعر بل كان كل شيء كان ملحنا وشاعرا ومغنيا وفنان ومطربا الفنان بالفقيه هو الذي أدخل تحديثات كبيرة على لغنة الحضرمية وعلى لغنة العربية أبو بكر سالم لم يغني لبلد أو الجغرافية الجغرافية التي عاش فيها في الخليج أو اليمن أبو بكر سالم غنى للعرب كل العرب غنى لكل العرب واطرب كل العرب كما أنه يعني كما عصفت بكثير من الفنانين عصفت بهم ما يسمعني الجنسيات أو الانتمى لغير بلده ظل شامخا حتى آخر لحظة من حياته ورفض أن ينتمي لأي بلد إلا اليمن وكانت أغنيةه الكبيرة التي غنىها أم اليمن التي يعني تعد من أكبر وأهم الأغاني التي سيرددها الأجيال على مدى العوام القادمة واحتوى المعرض على جملة من الصور الفنية من الذاكرة مرورا ببداياته وحتى آخر أيامه وفي ظهوره الأخير في العام 2017 ميلادية العام الذي توفي فيه حيث بقي صوته في ذاكرة الأجيال بصوته الجميل وألحانه وأشعاره التي تلامس مشاعر الناس سيظل هكذا رغم وفاته وستردد أبياته ومقطوعاته في كل مكان شاهدة على ما خلفه من ثن جميل ترجمة نانسي قنقر